اشتركوا في القناة لا أحد يسكنه توقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي وأنزل السيدة هاجر وابنها إسماعيل ولم يترك له ماء سوى سقاء فيه ماء وجرابا فيه طمر وهم إبراهيم عليه السلام بالانصراف دون أن يتحدث إلى السيدة هاجر عليه السلام فقالت له يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء قالتها مرارا وإبراهيم عليه السلام لا يلتفت ولا يرد فقالت الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا كلمات ثلاث إذن لا يضيعنا يا له من إيمان ويا له من صبر فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى الثنية وهو طريق عالي في الجبل يطل على وادي مكة فاستقبل القبلة ورفع يديه إلى السماء وتضرع إلى الله بهذا الدعاء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ظلت هاجر وولدها إسماعيل في هذا الوادي تشرب من الماء وتردع ولدها حتى نفذ ما معها من الماء عطشت وعطش ولدها وأخذ يتلوى من شدة العطش وهي تنظر إليه لم تستطع أن تتحمل وانطلقت بعيدا ثم سعت بين الصفا والمروى سعي الإنسان المجهد المتعب لعلها تجد بعض الماء أو لعلها تجد مارا بها فلما أشرفت على المروى سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها أن تسمع فتسمعت فسمعت فقالت أسمعت فإن كان عندك غواث فإذا هو جبريل عليه السلام عندما كان بئر زمزم فأخذ يبحث بعقبه فضرب الأرض بعقبه فتفجر بئر زمزم خشيت هاجر عليها السلام من نفاذ الماء فأخذت تحوضه بيديها وتقول زمي زمي فقال جبريل عليه السلام لا تخاف الضيعة ولا الضيعة ولا الهلاك فأنتم تحت رعاية الله عز وجل وأشار إلى رابية مرتفعة عن سطح الأرض وقال إنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه ثم مر مسافرون من قبيلة جرهم فوجدوا طيرا يحوم في الوادي فقالوا لا بد أنه هناك من ماء فأرسلوا رسولين إلى هذا الوادي فانطلق الرسولان إلى الوادي وعاد مستبشران وأخبر قبيلة جرهم أن بالوادي ماء فأقبلوا على السيدة هاجر وابنها إسماعيل واستأذنوا منها أن يقيموا بجوارها فأذنت لهم على شرط واحد فليس لهم أي حق في هذا الماء ولكن لهم أن يشربوا منه فقط فقبلوا وسكنت قبيلة جرهم بوادي مكة وتحققت دعوة إبراهيم عليه السلام فشب إسماعيل عليه السلام بينهم وتعلم منهم اللغة العربية ولما بلغ الرجد زواجوهم رأى منهم وتوفيت السيدة هاجر عليها السلام وأخذ سيدنا إبراهيم في التردد على ابنه إسماعيل عليه السلام وفي إحدى المرات جاء إلى ولد إسماعيل وهو في دوحة قريبة من بئر زمزم وهو يبري نبلا اللي هو السهم فلما رأاه إسماعيل عليه السلام قام إليه وقبله وعنقه فقال إبراهيم عليه السلام إن الله أمرني بأمر فقال إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك فقال إبراهيم عليه السلام وتعينني فقال إسماعيل أعينك فقال إبراهيم عليه السلام إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى الربوة المرتفعة فعند ذلك رفع القواعد من البيت وأخذ إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة وإبراهيم عليه السلام يبني فنزل قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واذكر أيها النبي حين رفع إبراهيم وإسماعيل عليه السلام قواعد وأسس الكعبة المكرمة وكيف كان حالهما من الخوف والرجاء وهم يدعوان الله عز وجل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والمعنى المقصود ربنا تقبل منا صالح أعمالنا ودعائنا إنك أنت وحدك السميع لدعائنا والعليم بأحوالنا ونياتنا واضح جدا في القرآن والسنة أن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام هما من رفع القواعد من البيت فمن هو أول من بنى بيت الله الحرام؟ زخرت كتب التفسير بأقوال كثيرة لا دليل على صحتها فقال بعضهم أن الكعبة المكرمة أنزلت من السماء وقال البعض أن الكعبة المكرمة أنزلت من الجنة وقال البعض الآخر أن الملائكة أول من بنوا بيت الله الحرام وقال آخرون أن آدم عليه السلام هو أول من بنى بيت الله الحرام قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين ومعرفة أول من بنى البيت من العلم الذي لا ينفع ومن الجهل الذي لا يضر واذكر أيها النبي لليهود والنصارى الذين يدعون كذبا أنهم على منهاج النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم لا يتبعون ولا يحجون البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام واذكر أيها النبي أيضا لمشرك العرب الذين يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام ولا يتبعوا نفس الطريق وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت لماذا جاء الفعل يرفع في زمن المضارع لأن الله عز وجل أراد منا أن نتصور وأن نعيش هذه اللحظات المباركة وإبراهيم عليه السلام يرفع القواعد من البيت ويساعد في ذلك إسماعيل عليهما السلام وهما يتضرعان في خوف ورجاء أن يتقبل الله منهما هذا العمل وتخيل معي أخي الكريم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وليس معهما سلما ولا سقالة ولا أدوات بناء حديثة بل مجرد أدوات بسيطة ورغم ذلك قام بكل تفاني وحب ويا له من عمل شاق ولكن في سبيل الله دهون المشاق نعم أشرق إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام في العمل الصالح وإشراك الأبناء في الأعمال الصالحة ولو بقدر يسير يساعد في تنشئتهم تنشئة طيبة فإذا أردت مثلا أن تتصدق على فقير فأرسل ابنك الصغير بمال الصدقة إلى الفقير ليتعود على فعل الخير وإذا أردت مساعدة الأرامل واليتامة والمساكين فأشرك ابنك في العمل واجعله قائدا لهذا العمل وكان إبراهيم عليه السلام قبل أن يرزق بإسماعيل كان دائما ما يقول إسمع يا إيل وإيل باللغة السريانية معناها الله فلما وهبه الله إسماعيل سماه إسماعيل ولماذا فصل الله عز وجل بين إبراهيم وإسماعيل في هذه الآية الكريمة فقال الله تعالى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ولم يقل وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وذلك يرجع لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي كان يبني وإسماعيل يساعده في البناء فكان لابد من التفريق بين الباني الأساسي والتبع المساعد له فذكر إبراهيم ما جعل ذكر إسماعيل يغيب وذكر إسماعيل ما طغى على ذكر إبراهيم وكما أن للبيت قواعد تحفظه يجب أن يكون لإيماننا قواعد وقواعدنا هما الكرآن والسنة والبيت هو الكعبة المكرمة بإجماء العلماء قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام خياما للناس ولا أدري ما وجه اعتراض يهود المدينة على نقل القبلة إلى بيت الله الحرام ومن بناها هو إبراهيم عليه السلام وعرف إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربهما حق المعرفة فانقصر وخضع وتذلل لله وقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ومن لم يعرف ربه حق المعرفة تسلل العجب والكبر والتعادي إلى نفسه وإن كان قارئا للقرآن أو منفقا للمال أو آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر فلا سبيل لكبول الأعمال الصالحة إلا بإخلاص النية وتساوي الظاهر مع الباطن قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرق فيه معي تركته وشركه وكم من عمل عظيم كان فيه رياء وسمعة فلم يقبل وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أعمالهم ظاهريا جليلة قارئ للقرآن ومنفق للمال ومجاهد فأما القارئ فقرأ ليقال قارئ وأما المنفق فأنفق ليقال جواد كريم وأما المجاهد فقتل ليقال شجاع وقد قيل في الدنيا فليس له في الآخرة من ثواب فإياك وأنت اختر بعملك مهما كان عظيما فقد لا يتقبل منك قال ابن عثيمين رحمه الله تأمل معي أمر المخصوص لعبد المخصوص بعمل مخصوص في مكان مخصوص ورغم ذلك يسأل الله الكبول فلنجعلها من أثقارنا اليومية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ولماذا كانت الآية الكريمة إنك أنت السميع العليم ولم تكن إنك السميع العليم لأن دخول ضمير الفصل أنت يفيد الحصر والاختصاص جزيك وملاح حيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر